السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم المتميز اقرأ تعرفنا قبل كده في الحلقات الماضية على شكل وصوت من الحروف من الآلف حتى الصاد تمام؟ وتعرفنا على طبعا أشكال الحرف في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة وتعرفنا على صوت الحروف لكن القصيرة والطويلة واللي هي حالة السكون ما دخلناش لسا لا في الشدة ولا لام خمرية ولا شمسية ولا تنوين تمام كده نحن نقول نخلص الأول حروف قصيرة وطويلة وسكون وبعد كده ندخل في الشدة طبعا عشان دايما كنا نعمل الفيديو بتاع الأشبال أو الأطفالنا الأولياء المرحب يبعثوا كنا نبعث نخلها في أخر حلقة فطبعا السادة المخرجين يلا خلص خلص يا سيد محسن من يوم خلاصين وما منعرضش حاجة النهاردة هنبدأ بالإيه بفيديو لطفل مسلم محسن وبعدها على طول تعقيب أو تعليق الشيخ محمد عبدالصمد مدرس علوم القرآن بالأزهر الشريف ومقرئ القراءات العشر الصغرى والكبرى حيعلق لنا على الفيديو وحيشوف إيه الأخطاء اللي فيها وجزاه الله خيرا يعني قبل الفيديو ما يبدأ وآخرا برضو جزاه الله خيرا والسادة مخرجنا نشوف الفيديو ونرجع لكم الثاني اقرأ 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 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزدل على محمد وهو الحق من ربهم كثر عنهم سياتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيحديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل في حبيثه خيركم من تعلم القرآن وعلمه مع فقرة تقييم التلاوة في البرنامج الممتع اقرأ على قناة الصحة والجمال مع تلاوة الشبل الجميل مسلم محسن قرأ من صدر سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم يظهر في تلاوته الإتقال والإحكام للتلاوة فرقق الكافى والفاء من كفر وأحكم الاستطالة في الضادف يضرب تعليقات بسيطة جدا جدا أظهرها وقف على كلمة فداء بسكون الهمزة فقال فداء وهذا خطأ الأولى والأفضل وهو حكم واحد أن يقف على المنون بفتحتين بألف العوض فداء مثلها ماء مثلها دعاء وهكذا ندربه على مسألة الوقف والابتداء فقد وقف على والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وقف على كل هذه الجمل والأولى أن يصل لها فواو العطف تجعل الأشياء شيئا واحدا كما قلنا من قبل أما بشكل عام تلاوات محكمة جيدة حتى حينما أراد أن ينتهي من تلاوته انتهى في آخر قصة الحديث عن الذين أمنوا عن الصالحات أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم فوقف على ويدفلهم الجنة تعرفها لهم أسأل الله أن يجعله ومن علموه والقائمين على هذا البرنامج من أهل الجنة وإيانا يا رب العالمين إزاق الله الخير السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته اقرأ فنور العلم ذا نور به تجلب ظلم اقرأ بفهم واستزد كي نرتقي بين الأمم اقرأ اقرأ مشاهدين الكرام وشوفنا مشاهدين الكرام وشوفنا الفيديو بتاع الطفل مسلم وشوفنا تعقيب الشيخ محمد عبدالصمد عليه يريد يكون الطفل مسلم يكون بشاهدنا الآن دلوقتي وشوف الأخطاء اللي أخطاها إيه ومعاتش يكرارها تاني مشاهدين الكرام إحنا النهاردة هناخد حرف الضاد هناخد حرف إيه؟ الضاد اسمه إيه؟ حد يقول معايا كده يا الله اسمه ضاد اسمه ضاد ولا دا؟ ضا 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 مفخم يا أستاذ حمدي ماشي؟ اسمه ضاد اسمه إيه؟ ضاد ما اسمه جدال اسمه ضا 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 ماشي؟ ماشي خلاص يا أستاذ حمدي سيبني بس فرصة أتكلم ماشي؟ ضاد 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 حرف الضاد من الحروف المفخمة ما ينفحش أقول دا أبدا الدال مراققة رؤياء رشيقة كده دا 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 بابتسم وأنا بقولها ضا باملبؤ وأنا بقولها وبابوز وأنا بقولها من الآخر الحروف كلها ما بين ابتسامة وتكشيرة خلاص كده النهاردة هناخد حرف الضاد تمام كده؟ ضاد ضاد تعال نشوف بقى نطلع كراسة شكل الحرف نطلع كراسة إيه؟ شكل الحرف يلا بينا كده الصفحة اللي على يمين أدي أهي أدي الضاد أهي بصوا حبيبي الضاد هي هي صاد هي هي صاد لكن عليها نقطة تمام كده؟ عشان إيه؟ ما نتلغبطش كتير أهي بصوا احنا بنعمل الحاجب أهو أهو قوس دا كده ونعمل دا الصغيرة ونجي عامل كده ودي سنة تمام كده؟ أهي تاني أدي الحاجب أهو ودي الدا هي ودي الضاد ماشي أيها طبعا ضاد ضاد بص يا أستاذ حمدي ما ينفعش ما ينفعش أرقق الضاد ضاد 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 تمام كده؟ يبقى صفحة العليمين الضاد وننزل بيها تمام كده؟ الصفحة العشمال يا حبيب يا حلوين أيام أططين ها؟ يلا بينا كده عشان نشوف يلا حبيب يا حلوين ماشي عشان نشوف الضاد في أول الكلمة أهي أدي الضاد في أول الكلمة أهي أدي الضاد في أول الكلمة طيب يا أستاذ عايزين الضاد في أول الكلمة مثال عليها يلا بينا كده يلا حبيبي يا حلوين حد يقول يلا كده مش عارف الناس نايمة ليه هم هذه الضاد أهيت يا حبيبي يا حلوين يمقاطين هذه الضاد في أول الكلمة هي مسكة في اللي وراه الضاد مش رفاصه ما بترفصي أهي مسكة في اللي وراه وحتشوفه دلوقتي ضابطه أهي هذه ضابطه أهي هذه الضاد الضاد يا جماعة ما فيش حاول دابط لا ما عندناش دا دي خالص اسمها ضاء 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 وأنا بقولها كده حروف مفخمة ضابط ماشى حبيبي يا حلوين مقاطين ماشى عزة هذه الضاد في وسط الكلمة حبيبي يا حلوين الضاد في وسط الكلمة هي مسكة في اللي قدامها واللي وراها تعالوا ما سبقهاش حرف رفاص عشان ما تهش بس من كوته ومننا زي إيه كده حبيبي يا حلوين زي مثلا فضل أهو أدي الفاء ودي الضاد مسكة في اللي قدامها واللي وراها أهو فض فض فضلوا أهو تمام كده حبيبي أدي الضاد أهيه مسكة في اللي قدامها واللي وراها أهيه ماشى عم عزب فضلوا طيب نكمل شكل حرف الضاد بعد ما ناخد الفصل ده ونرجع لكم تاني مشاهدين أكرام ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ومكملين مع حرف الضاد الضاد في أول الكلمة أدي الضاد في أول الكلمة زي يضابط مسكة في اللي وراها الضاد مش رفاصة تمام كده أدي عم عزب أهو أدي الضاد في أول الكلمة هي تمام الضاد في وسط الكلمة زي يفضلوا مسكة في اللي قدامها واللي وراها في بقى لو سبق الضاد دي حرف رفاص واحد بقى هيفضل التلميذ واقف يقولك أنت قلت لي يا أستاذ من الضاد في وسط الكلمة مسكة في اللي قدامها واللي وراها وانت لقلت لي كده ومش هلعب على كده لا اقولك لا يا حبيبي لو سبع حرف رفاص بتختلف زي ايه مثلا 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 الله ينور عليك يا حبيب والديك ايوة كده تمو ماشي ارض بس دي مش فاسط الكلمات هنور عليك بس مش فاسط الكلمة دي ماشي مش فاسط الكلمة اللحظة روضة برافو عليك تمام روضة ادي الراو اهي واد الواو ساكنة الواو رفاصة رفاصة الضاد تعالوا شوفوا اهي تمام كده يبقى راو ضا راو را فتحة را واو ساكنة راو ضا ما ينفعش ده راو ده لا راو راو ضا 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 تمام كده الضاد بقى في اخر الكلمة تعالوا نشوفها كده ادي الضاد في اخر الكلمة زي ايه يا حبيب حلوين يا معطاطين كده الله ينور عليك بس أرضه دي لو الضاد اللي هي سبقها حرف رفاص تمام كده؟ احنا عاوزين الضاد زي مريض اهو ادي ما ري شوفوا الضاد بقى؟ في آخر الكلمة لو ما سبقهاش حرف رفاص مسكت في اللي قدامها اهي مريض مين فتحة؟ ماء راء كسرة؟ ماء ري بعدها ما ادي بليه مريض ضاد ضمة مريض تمام كده الضاد اهيه؟ يا عم عزب اهيه؟ ورهالنا كده ادي الضاد لو آخر الكلمة ما سبقهاش حرف رفاص تمام كده عم عزب؟ الله ينور عليك يا حبيب والدي طب الضاد المنفردة دي لو سبقه حرف رفاص يبقى فخر الكلمة ولو سبقه حرف رفاص زي ايه كده حبيبي يا حلوين؟ احنا قلنا أرضه خلاص ألف همزة فتحة آ راء ساكنة أر شوف الضاد بقى؟ الراء رفاصة الضاد ادي الضاد في آخر الكلمة هي؟ أرضو شوف شوف آ الألف أو الهمزة مالها مراقاقة أر راء ساكنة أر ضاد ضمة أرضو أرضو في أول الكلمة هو في وسط الكلمة ولو سبقه حرف رفاص في وسط الكلمة ولو في آخر الكلمة ما سبقهاش حرف رفاص ولو في آخر الكلمة سبقه حرف رفاص كده تعرفنا على شكل حرف الضاد ننزل في كراسة شكل الحرف بالحاجات دي يلا حبيبي حلوين ونقفل كراسة شكل الحرف ونفتح كراسة صوت الحرف يلا حبيبي حلوين يام قط قطي يلا حبيبي يلا كده عشان عاوزين نسمع صوت حرف الضاد نسمع صوت حرف لايه ضاد ما بش حد يقول لي دا ضاد 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 بوز وانت بتقولها املى بؤك بالكلمة حرف ايه مفخم يا أستاذ الله ينور عليك يا حبيب والديك ايوة كده تعالوا بقى نشوف كده حرف الضاد بيتمطئ الزاد يلا حبيبي يا حلوين طيب هنعمل له ايه بقى يا تامور هنزغزغه عشان نسمع صوته امال هنعمل له ايه ايه هنهشكه هضربه لا طبعا هديله حركات القصيرة الاول الحركات اللي ايه اللي هي ايه يا تامور الفاتحة والكاسرة والضامة يبقى حركات قصيرة زي مين كده زي مين ها زي رايان كده واخد بالك ماشي وحركات طويلة زي كده يبقى هنبدأ بالحركات القصيرة يلا يا فريدة انت معنا يا فريدة انا سامع اني فريدة بتفرج علينا النهاردة ركز يا فريدة تمام الله ينور عليك اهو يلا ضاد فاتحة ضاد 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 ضامة الله ينور عليك فاتحة ضاد ضي ضو ايوة ضاد فاتحة ضاد كسرة ضي ضامة ضو صطي بطبيعي خلص نهائي تعالوا نشوف كده ضاد فاتحة ضا عايزين نسأل على ضاد فاتحة كده يا حبيبي يا حلون يا مطاطين برابو عليك يا حبيب والدي ايوة كده عسكري تامر الاستاذ تامر ببادع النهار ايوة حا فاتحة حا شو بقى حا من فاشة حا حا يلا يا عم عزب حا فاتحة حا ضاد فاتحة ضا حا ضا ايوة را فاتحة را ادي الضاد ادي الضاد يا عم عزب اهيه ضاد فاتحة ضا حا ضا را حا فاتحة حا ضاد فاتحة ضا را فاتحة را حا ضا را حا ضا را حا ضا را يلا حبيبي يا حلون كده ضاد كسر ضد ضد عاوزين مساءله حبيبي يا حلون كده يلا حبيبي الله ينوّر عليك ماشي عسى الآوالله ادي الضاد كسر ضي ضر اهي رأس كون ضر معايا عمزة بولا مش معايا ضر سو ادي الضاد كسرة اهي ضاد كسرة ضي رأس ساكنة ضر سين ضامة سو ضر سو ضر سو ماشي ضد ضامة بقى مش حد معي هنا ولي يا جماعة ضد ضامة ضد ضامة يا حبيبي يلا حلوين يلا مش حد معايا ليه امالي ايه ضد ضامة ليه فيه قولي مثال كده ضد ضامة ضد ضامة ادي الضادة ايه بص يا تامر هتوب معايا ولا معايا معايا الاخرين تم ماشي ضد ضامة ضو في ايه يا ولاد ضو ضد ضامة ضو عاوزين مثال عليها مثلا هقول ضمور اهو ولكن ضمور العضلات مثلا ضمور ماشي بص يا حبيبي حلوين عشان برضو احنا مركزناش في ديك خالص وانا انتبهت للكاميرا ماشي ما ينفحش ضامة ديت حلو كده ما ينفحش ضامة خالص نهائي ماشي ضد ضمور بعدها مادة بالواو تمام كده شوف بقى عدم التركيز يا تامر انا واخد بالي من حاجات اخرى ماشي ادي ضد ضمه ضو ضد ضمه ضو زي ايه كده ار ضو اهي الف همزة فتحة ا رأساكنة ار شوف الضد ضمه اهي اهي ضو ار ضو ار ضو قر ضو عر ضو اهي ضد ضمه اهي ضد ضمه ار ضو تمام كده ضد فتحة ض زي ح ض ر ح فتحة ح ضد فتحة ض ح ض رأ فتحة ر ح ض رأ ضد كسرة ض زي ضر سو ض ضد كسرة ض رأساكنة ضر تم ضمه سو ضر سو ضد ضمه ضو زي ار ضو الف همزة فتحة ا رأساكنة ار ضد ضمه ض ار ضو ده اسمه حركات ايه حبيبي حلوين حركات قصيرة تاب يعاوزيني نشوف كده الحركات الطويلة يو استاذ يلا بينا كده تاب نكتب الحاجة دي وننزل بيها في كراسة صوت الحرف كده حبيبي يا حلوين ماتطيب يلا كده دي نكتبها وننزل بيها في الصفحة الوقسات هبقى حركات القصيرة في الصفحة الاعليمين حركة الطويلة فين على الشمال كده يا حبيبي يا حلوين يلا كده صفحة على الشمال يلا الحركة القصيرة دي يا حبيبي يا حلوين هكتبها تاني اهي ضد فتحة ضع يلا ضد كسرة ضد ضمة ايوه كده يا حبيبي يا حلوين ماشي يا حبيبي يسيرك من السكون دلوقتي نخلص بس القصيرة والطويلة الاول ضد فتحة ضع ضد فتحة ضع دي اسمه حركة قصيرة عايزين نطولها شوية عايزين نطويلها شوي نعمل إيه؟ لأ نمدها حينمدها على رجلها؟ أمان نمدها بإيه؟ التاتة تاتة تاتة حروف المادة تلاتة ألف ويا الله ينور عليك يبض ماشي ضد فتحة ضاء طب الفتحة دي بتحب بإيه يا تنمور؟ الله ينور عليك يا حبيب والديك أيوة كده هادي الضد أهيه؟ برابو عليك يا حبيبي ضد فتحة ضاء بعدها مد بالألف ضاء يبقى عرفنا الفتحة بتحب مد بالألف والمد بالألف يا تنمور بيحب الإيه؟ بيحب الفتحة هيعملوا إيه رايب؟ هيجوزوا إيه رايب إن شاء الله علوة كده؟ يلا ضد فتحة ضاء بعدها مد بالألف ضاء ضد كسرة ضي بعدها الضد الكسرة دي عشان أمدها عشان أمدي صوتها شوية عشان أطول صوتها شوية نمدها بالياء برابو عليك يا تنمور أيوة كده ضد بعدها مد بالياء نقول إيه؟ أيوة الله ينور عليك وفي ضي دانيا كده يا تامر لو فاخر الكلمة أهيه ضي تمام والضاد الضم دي الحركة القصيرة الضمّة عشان أمدها نعمل يا تنمور الله ينور عليك يا حبيب والديك يبقى الضمّة بتحب إيه؟ والواو بيحب إيه؟ وهيعملوا أي رايب؟ برابو عليك يا هنكتب كتابهم رايب إن شاء الله تمام كده عاوزين نسأل بقى على ضاد مد بالألف مد طبيعه ضاء مد بالألف؟ هم؟ الله ينور عليك أنت نبدع النهاردة يا تامور مش عارف مزاكر من وراي ولا إيه؟ الله ينور عليك عايزك كده دايما يا تامور عاسل كده تعال نشوف كده هم؟ نقول إيه؟ زي إيه؟ ماشي برابو عليك رامضان أنا كنت حكتب ضابط عشان ب... لا ضابط خدناها في شكل الحرف في أول الكلمة بس ما خدناش مد بالألف ماشي عشان أنا بحب الضباط را فتحة را مين فتحة؟ يبارا ما شوف الضاد بقى بعدها مد بالألف؟ يلا ضاء شوف لابد أفرع بين الضاد قصيرة والضاد ايه؟ والضاد ايه؟ طويلة رامضانون تمام كده؟ وإيه تاني ممكن نقول إيه تاني؟ ضاء بطو الله ينور عليك خضاء رو تمام كده؟ والمد بالياء بقى يا تنمور يا الله حبيبي كده؟ الله ينور عليك إيه لك أنت نهاردة مبدأ يا تنمور؟ را فتحة؟ را ضاد كسرى؟ ضي بعدها؟ بعدها مد بالياء؟ بعدها مد بالياء؟ راضي بص يا تنمور أوعى تنسى سنة الضاد عشان بعدها مد بالياء في ناس بتنسى السنة من السنتين؟ يعني في ناس بإيه؟ أول ما بعدها مد بالياء كده يجي سايب إيه؟ سنة الضاد؟ لا راضي هم؟ أيوة تمام آه آه راضي عو راضي عو را فتحة؟ را ضاد كسرى؟ ضي بعدها مد طبيعي مد بالياء؟ رضي عين ضامة؟ عو را ضي عو تمام كده؟ طب مد بالواو يا حبيبي بقى؟ أه لا وفي حاجة تنية تنمور عشان ما تنساش احنا خدنا مد بالياء في وسط الكلمة صح؟ طب لو مد بالياء في آخر الكلمة هم؟ تعال شوف كده ها دي مش مذاكر انت المرة دي أهو قا الله ينور عليك ها دي الضادة هيه؟ تمام كده يبقى ضي شوف الياء مد بالياء في آخر الكلمة شكله يا عم عزب أهو ودي المد بالياء في وسط الكلمة أهو ماسك في اللقدم ونورا أما مد بالياء في آخر الكلمة بالطريقة دي كده ما فيش حد يخطأ يا تنمور أولا تغلط وتكتب لي كده وتعمل لي كده ويسيبها فاضية كده كده غلط تمام كده؟ ها هي مد بالياء في آخر الكلمة اهو ومد بالياء في وسط الكلمة اهو تمام كده؟ طب مد بالواو يا تنمور بقى؟ يلا بص بصوا كده الكلمة دي كده حق ضم حو حق ضم ماشي ضد ضم عايزيني مدها بقى؟ حضو را ضم رو حضو رو حق ضم حو ضع ضم دو حو ضو مد بالواو مد طبيعي يلا حضو را ضم رو حضو رو قادر مد بالواو وهي مد بالواو وهي يا حضرات ماشي الضاد ومعدها مد بالواو ضد ضم لابد يكون معدها مد بالواو وما ينفعش يكون معدها مد بالالف اولياء تمام كده؟ يبقى كده خدنا الايه؟ خدنا الحركات القصيرة ضد فتحة ضع كسرة ضي ضم ضو ضد بعدها مد بالالف ضا بعدها مد بالياء ضي بعدها مد بالواو ضو كده خدنا الحركات القصيرة والطويلة هناخد بقى للسكون يا حبيبي يا حلوي هناخد اللي ايه؟ ايوة كده ايوة انا عاوس كده تامر النهاردة مبادة يا حضرات اقوم بذكر من وراي ايش يا حبيبي ايوة كده اقوم بقى اللي هو السادزة فيه ان شاء الله ان شاء الله خير ايش هناخد ايه دوتي؟ ايوة كده طيب الضاضي الساكنة يا طاطمور الضاضي اللي ايه؟ نعرف انطاله لوحدها؟ ليه؟ ايوة كده حرف الساكن حرف ضعيف 一بر يا طاطمور ادي الضاضا يا ايه ضاد السكين هننعرف أنطأ لوحدها هذه الضادة هي هنعرف أنطأ لوحدها هذه الضادة هي هنعرف أنطأ لوحدها الله ينور عليك يبقى دلوقتي لابد أحط لها حرف متحرك قدامها عشان أعرف أنطأها صح أو لا الله ينور عليك هنجرب مثلا ألف همزة فتحة أ يبقى إيه بقى لا 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 غلط أنت قلت أض أ أ وفي حاجة اسمها أ أ أ أض سوان بص لي كده أض الله ينور عليك لا ما تقلقلش الضاد عشان الضاد مش من حرف القلقلة ألف همزة فتحة أ ضاد ساكنة أض 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 تمام طيب ألف همزة كسرة إيه أض أض طيب ألف همزة ضمة أو أض أض تمام كده الله ينور عليك ماشي طيب نجرب تانية حاجة تانية كده غير الألف همزة تمام كده حض حا مثلا أهي حا فتحة حا حض ماشي حض حض هم لو مثلا ايه أهي رارا هم رض ولو لو مثلا و و و الله نرى عليك تبعا عاوزين مثال كده تنمر كده على كلمة فيها حرف ضاد الساكن كده يالله حبيب يا حلوين لا 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 عشان بص اضرب يا تامر الألف الهمزة دي همزة واصل أطفال مش يعرفوه تمام كده اضرب الألف أو الهمزة دي همزة واصل مش هينفع ايوة الله ينور عليك ايوة كده هم رضوان برافو عليك ايوة كده رض اهي ضاد الساكنة هاي الضاد الساكنة ما ينفعش انطقل وحدها رأ كسرة ري ضاد ساكنة رض الاثنين مع بعضهم يالله و وفتحة و بعدها ما دي بالألف و يبقى رض و نو يالله بص رأ كسرة ري ضاد ساكنة رض لا ما تدخل القلش الضاد الضاد ما تدخل القلش رض ما ينفعش رض لا رض رض والوا وبعدها ما دي بالألف و رض و نو نضام نو رض و نو تمام كده عازمي مثال تاني كده حبيبية حلوين هم برافو عليك والله ايه نروعد نهارده انتا نبدع النهارده خض رأو بصوا حبيبية حلوين مليون مرة قلتلكوا الهمزة عالسطر خض رأو ايوه خض رأو خاء فتحة خاء وفخامة ايه ضد ساكنة خض رأو بعدها ما انت بالألف رأو خض رأو همزة ضمة او شوف الهمزة لوحدها زي بص الهمزة احنا قلنا مليون مرة الالف كده وزي كده وكده نفس الموضوع ايه يا حبيبية حلوين يا مقطقطين كده بكون لها تنطق واحد ا ا ا ا ا حتتنطق كده برضو ا ا ا ا ا ا نفس الموضوع كده بالظبط عشان ما رأيه واحد لا يشوفش الهمزة لوحدها كده ما عرفاش يا أستاذ لا ده همزة على السطر هي هي الالف همزة زي الالف همزة بالظبط زي الالف همزة بالظبط اهي خض رأ ا تمام كده ماشا حبيبية حلوين كده خلص خلطنا امثلة على السكون عاوزين بقى ان نقطع كلمة كده فيها حرف الضاد يلا كده عشان ننهي الحلق تمام يا حبيبية حلوين يوم اطأطين برافو عليك تمر النهاردة نبدع معنا النهاردة اختار لي كلمة صعبة بيقول لي عشان فيها شغلك تير يا أستاذ والله انت الأستاذ عام برافو عليك ايوة كده نقطع كلمة بقى كده للمخاطع الصوتية كده ماشي اهو رأ كسرة ري ضد ساكنة رض و وبعدها من دلالف رضواء ننضم نو يلا تمر كده بقى معنا انت لا هتقطعها مش هانا لا هتقطعها يلا يبقى لوحدها الله ينور عليك ليه بقى انت تنطع معاها ليه الحرف الساكن حرف ضعيف يبقى رض مع بعضها احنا اقول لنا ما تقلقلش الضاد ونقطع بعد السكون على طول ايه اقطع على طول رض وفتحه رضواء اقطع ليه الله ينور عليك برضو المد برضو ايه ضعيف يبقى المد مع الممدود برافو عليك يا تامور رض و ايوة كده الله ينور عليك يبقى بص شوف بص يا حبايب وانتو بتحلللوا الكلمة لما قطع صوتية شيء طبيعي جدا سهل جدا انا بانطعها ازاي رض و نو لو قطعت كل جزء كده بعرف انطعه لوحده اهو رض ادي الريض مع بعضها هاي و المد مع الممدود اوها والحرف المتحرك لوحده تعرف يا تامور انت يعني جبتلي الثلاث الحالات في كلمة واحدة بربو عليك والله ماشي كم مقطع كده يا تامور الله ينور عليك يا حبيب والديك تمام كده عاوزين كلمة تانية كده هنجيب كلمة تانية مه الله ينور عليك يا تامور يلا حبيب يا حلوين يا مقطعطين النهاردة رامي النهاردة قاعد في الكنترومي بدع النهاردة ماشي يلا تامور كده يلا رامي خالوا وحدها انا اهو لا هي خض يلا بص يا حبيبي بص يا تامور يبص يا رامي زي ما بتنطعها اقطعها بص خض اهو لوحدها اهو بص المد مع الممدود الرق مع الالف اهو بص الحرف السكن اصلا ضعيف والحرف المد ضعيف المد مع الممدود والساكن مع اللي قدامه ماشي يلا والواو لوحدها الله ينور عليك يا تامور ايوة كده يا عم شوف المد في ناس بتقولك لا ده ده كلمة لوحدها حرف قصدي متحرك لا ده ده مد بالالف ودي الواو الالف مد الواو ماشي يعني الواو هنا مش حرف مد حرف عادي خالص ماشي بص يا حبيب يا حلوين آدي آدي خلصنا كده عالكلمات بص ولي الامر ما ينساش يملي ابن الكلمات اللي هاخدها النهاردة انا لو في وقت والله همليكو عالهو بس للأسف دايما المغري على طول في هداني ماشي يقولي يالله يالله يا أستاذ محسن يالله يالله يا أستاذ محسن ماشي نعرف ان ايه ان يعني بجدك هترخره من النهاردة ايوه شو بقى الكلمة الرائعة اللي فكرني بها طمور دلوقتي ماشي بس قبل ما نشوف الكلمة دي انا نقولك اخر حاجة نعمل فيها ايه هاي قادي الشبكة شبكة الحرف اهو لو رمنا الشبكة على حرف الضاب شبكة الحرف شبكة الحرف شبكة الحرف حرف الضاب لو رمنا عليه شبكة طمور يجيب لنا ايه سمك معنا اتصال تمام 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 بص بص يا استاذ يا استاذ تامر بص حبيبي معايا خليكم معايا جماعة كده ركزوا معايا لو رمنا الشبكة على حرف الضاب يا تامر تامر لو رميت الشبكة على حرف الضاب هتجيب لي سمك هتجيب لي ايه الحركات القصيرة والطويلة والسكون ضاد فتحة ضاد ضاد كسرة ضي ضاد ضمة يبقى الشبكة لو رمناها على حرف الضاد هتجيب لي حركات قصيرة وحركات ايه يلا حبيبي يا حلوين يرامي نركز شوية يرامي في الشغل يلا حبيبي يلا ضاد بعدها ماد بالالف ضاد الضاد بعدها ماد بالياء ضي الضاد بعدها ماد بالواو ضو يلا حبيبي يا حلوين معايا كده بقي ايه بقى يا حبيبي يا حلوين كده الف همزة فتحة حلو كده حض يبقى لو رمينا الشبكة حبيبي يا حلوين يا مقاطاطين على الضاد هتجيب لي حركات قصيرة وحركات طويلة ضاد فتحة ضاد يلا بعد إذنك عم عزب كده الشبكة بس سأجيبها بعد إذنك معلش ضاد فتحة ضاد ضاد كسرة ضي ضاد ضمة ضو ضاد بعدها مد بالألف ضاد ضاد بعدها مد بالياء ضاد بعدها مد بالألف ضاد الساكنة أعرف أنطقها لوحدها أعرفش أنطقها لوحدها يا أستاذ أض بض حض تمام كده أدي آخر حاجة الشبكة وآخر حاجة أقولها بقى بعد الشبكة كده خلاص يا مقاطاط تمام آخر حاجة بقى أقول لكم الفرق بين الدال والضاد علشان في النطق الناس بتختلف الأمور معاه وركزوا معايا كده يا حبيبي يا حلوين هكتب لكم كلمتين وتنطقوا يلا كده يا حبيبي يلا في آخر حاجة كده يلا كده آخر حاجة شوفوا كده هادي هادي الكلمة دي كده يلا تنمور خليك معايا يلا يا ربني كده يلا حبيبي انطقوا للكلمة دي كده وانطقوا للكلمة دي ايوه ايوه فرد داد فردو فردو عشان نركز في الضاد شوف الكلمة شوف يا حبيبي يا حلوين لو معرفتناش ننطق نبوز الاملة ازاي وللأمر يركز لابد يراقق الدال ويفخم الضاد ضاد ويركز معايا فأ فتحه فأ رأس ساكنة فر ضاد يقول لابناء ضاد ضم ضاد يبقى فردو تمام كده عشان نركز بين ايه بين الدال والضاد دال مراققة بابتسم فيها ضد مالي يا بقي وانا بقول للكلمة فردو خلاص كده حبيبي حلوين الاملة الاملة اولا والامور كل الكلمات اللي احنا اخدناها النهاردة تملها لابنك وبهذه الطريقة فأ فتحه فأ رأس ساكنة فر ضد ضم ضو فر ضو تملها له بالطريقة اللي انا بقول لك عليها كده ما طلعش تقول له يلا اكتب حبيبي فارض مش هيكتبه تمام كده يبقى فأ فتحه فأ رأس ساكنة فر ضد ضم ضو فر ضو تمام كده طيب زي مثلا كلمة ايه تانية تنمور كده نركز تاني كده كلمة فهدال وفكلمة فهداد بص حبيبي حلوين حد ينطقل الكلمة جده يلا حبيبي حلوين كده بصولي كده يلا دا الفتحة دا دا الفتحة دا رأساكنة در بأضم بو در بو اللي هو الطريق دار بو شوف دال دال بابتسم وانا بقولها مراققة دار بو طيب ديها حبيبي حلوين ضاد فتحة ضا 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 بفخم ببوز وانا بقولها ضا ضار بو ضاد فتحة ضا رأساكنة ضر بأضم بو ضار بو ضار بو تمام كده حبيبي حلوين كده كده حبيبي حلوين آآ أتمينا حرف الضاد وياريت والله ياريت الناس تتواصل معانا لو فيه أي مشكلة على واتساب اللي حيبان على الشاشة دلوقتي ياريت بعد صفر كنترول وخلف الكاميرات وكل الناس والله في القناة أشكرها بجد وقبل منهي حلائتنا يعني أتقدم أتقدم بخالص العزاء للأساز الفاضل مديرنا مدير القناة الأساز جمال عبد العظيم في وفاة والدته اللهم اغفر لها وارحمها يا رب العالمين مشاهدينا الكرام سعدت بلقياكم النهاردة وأشكركم لحسن متابعتكم وإلى أنا ألتقي بكم الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته